اشتركوا في القناة يعتبر اسماً غريب ولم يكن أحد على علم به حيث قلة قليلة هما لديهم بعض المعلومات عن هذا الاسم العجيب فإن كثيراً من الآباء يفضلون الأسماء الجديدة التي تكون ذات منطق ومعنى غريب ليس من المعتاد سمعه عدد كبير من الأهال الذين ينتظرون مولوداً ولد يكون لديهم رغبة كبيرة في تسمية الولد اسماً غريب وغير منتشر حتى يكون مميزاً في المجتمع ووسط أصدقائه بالمستقبل قبل أن نخوض في غمار موضوع اسم قتيبة أدعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب والزر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد والآن لنتابع معنى اسم قتيبة في اللغة العربية اسم قتيبة مذكر عربي الأصل وهو يعني الشخص ضيق الخلق أو سريع الغضب ويعتبر اسم قتيبة فيه شيء من القساوة ولكن معناه معبر عن أشياء كثيرة مختلفة حيث يعتبر من الأسماء الجديدة التي ستكون في بدايتها للانتشار حيث أن أسماء الأولاد محدودة ويتم البحث كثيراً عن اسم يكون جديد وغريب في نفس الوقت واسم قتيبة غريب جداً على السمع وذلك ما يجعل الكثير من الناس في رغبة شديدة لتسميته حتى يصبح الولد مختلفاً عن غيره حكم اسم قتيبة في الإسلام اسم قتيبة محلل تسميته في الدين الإسلامي قتيبة لم يوجد في معناه أي شيء يدل على مخالفة الدين الإسلامي قتيبة لم يحمل أي موانع تدل على مخالفة الدين الإسلامي كما يوجد في بعض الأسماء الأخرى الدين الإسلامي لم يحرم سوى الأسماء التي فيها عبودية لغير الله الشريعة الإسلامية تحذر أي اسم فيه شيء يكون به إهانة لصاحبه وفي الأخير فقد تم التأكد من أن قتيبة ليس من الأسماء التي حرمتها الشريعة الإسلامية صفة حامل اسم قتيبة قتيبة ولد يفي دائما بوعده ولد يتحمل المسؤولية كثيرا قادر على تحقيق أهدافه قتيبة يتميز بأخلاقه الحميدة ولد يحب الدقة في جميع تصرفاته والجميل في الأمر أنه دائما يسلم أمره لله عز وجل بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم التي تعرفنا فيها على اسم قتيبة وجميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الإسم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وانتظرونا في قدم الحلقة على قناتكم معاني الأسماء دمتم في رعاية الله عزيزي المشاهد إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فأدعوك للإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء